بعد خلعها الحجاب زاجوة الفنان أشرف عبد الباقي برفكة بناتها الثلاثة في أول ظهور وجمالهم حديث السوشيال ميديا أهلا بكم في قناتي أخبار النجوم مع أمين فضلكم لايك واشتراك في القناة وكومنت حلو منكم تزوج الفنان أشرف عبد الباقي في عام 1995 من سيدة تدعى نادية حسب الله الكفراوي وهي ابنة الوزير السابق حسب الله الكفراوي وأنجب منها الفنان أشرف عبد الباقي ثلاث بنات وهما هدى وزينة ونور وأعادت مواقع مهتمة بأخبار الفن والمشاهير بنشروا الصورة للفنان أشرف عبد الباقي وزوجته وبناته الثلاثة التي أصار الجدل ظهور زوجته بدون حجاب كما كان على غير المعتاد ظهور بناته أمام الكاميرات وانهلت التعليقات التي أبدى من خللها الجمهور عن إعجابهم بجمال زوجته وبناته وعلى جانب أخر صرح الفنان أشرف عبد الباقي خلال لقاءه في برنامج سبوت لايت بأنه يجهز حاليا لعمل مصرحية اسمها مسلس برهومة كما تحدث عن ذكرياته مع المصرح المدرسي قائلا من أجمل ذكرياتي والتي أستمتع وأنا أحكيها لأنها تجعلني سعيدا عندما أتذكرها